المورد التاسع عشر نقتبس من الذهبي بعض ما يفيد المقام ثم نعود لابن كثير بعون الله تعالى المقتبس الأول كتاب السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل السبكي الخزرجي الأنصاري الشافعي من سنة 683 إلى سنة 756 هجري يعني السبكي عاش معه اشترك معه عاصره ابن تيمية وابن القيم والعديد من أئمة التوحيد الأسطوري أئمة الإرهاب والتكفير في تلك الفترة الزمنية إذن كتاب السيف الصقيل فيه هامش في هامش الكتاب يوجد تكملة الرد على نونية ابن القيم تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم للكوثري من سنة 1296 إلى سنة 1371 هجري عندي مقطع أول ومقطع ثاني مقطع أول قال الكوثري في مقدمة الكتاب قال ونونية ابن القيم هذه من أبشع كتبه من أبشع كتبه وأبعدها غورا في الضلال ونونية ابن القيم هذه من أبشع كتبه وأبعدها غورا في الضلال وأشنعها إغراءا للحشوية ضد أهل السنة وأوقحها في الكذب على العلماء يقول هذا ليس مني فقط يقول هذا تجد هذا وأكثر من هذا في مقدمة السبكي في مقدمة السيف الصقيل للسبكي يقول كما ترى إضاح ذلك في مقدمة السيف الصقيل ثم يقول نشير هنا إلى أن ابن القيم كل ما تراه يزداد تهويلا وصراخا باسم السنة في كتابه هذا لاحظ نحن قلنا لكم وسجلنا هذا هذا هو تحليل نفسي وتشخيص نفسي وتشخيص واقعي لنفسية أئمة التيمية النهج التيمي يقول كل ما ازداد صراخا ونعيقا اعلم وتيقن بأنه عنده شيء عنده تدليس عنده جريمة عنده جناية عنده فضيحة عنده إفك عنده افتراء عنده تكفير عنده إرهاب عنده سفك دماء يقول كل ما تراه يزداد تهويلا وصراخا باسم السنة في كتابه هذا يجب أن تعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة خداع خبيث وأنه في تلك الحالة وأنه في تلك الحالة نفسها في صدد تلبيس ودس شنيعين وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول لاحظ للتشويش للتغرير لتهيئة العقول كي تتقبل التلبيس والتغرير والكذب والإفتراء والإفك يقول وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول عن الانتباه لما يريد أن يدسه في غضون كلامه من بدعه المخزية كما يظهر من مطالعة النونية بتبصر ويقاضه هذا الكلام انتهى مقتبس الكلام للكوثري من هامش السيف السقيل ترجمة نانسي قنقر